تعود المعارك في مدينة تعز من جديد معارك خارج المربعات المحررة هذه المرة باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين بين القوات الحكومية وغزاة المدينة المحاصرين لها انطلقت معركة كسر حصار تعز بهجوم واسع شنت قوات الجيش على مواقع ميليشيا الحوثي غربي المدينة هل تتواصل حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار أم أنها ستكون مثل سابقاتها ولم تحقق سوى الانتصارات الإعلامية والقتل والجرحى معارك عنيفة دارت حول محيط الدفاع الجوي وجبل الوعش وتباب القارع ومواقع أخرى لميليشيا الحوثي التي استجمعت قواها لترد بقصف عنيف وعشوائي على أحياء ومساكن المدنيين القريبة من مناطق المواجهات هجوم القوات الحكومية مكنها من التقدم في عدد من المحاور القتالية في جبهات عنصوى والوادي الأخضر وأسفل منطقة عصيفرة وشمال المدينة فيما لا تزال تسيطر ناريا على مرتفعات القارع والمدرجات والزانخ غربي المدينة اعتبرت معارك الساعات الأخيرة الأشرس منذ حوالي عام ودمرت خلالها أربعة دوريات تابعة للميليشيا في مناطق العراعر والعرسوم والدفاع الجوي وخسرت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى قائد محور تاعز اللواء سمير الصبري قال إن المعارك تهدف إلى كسر الحصار عن المدينة مشيرا إلى استمرار المعركة وتقدم الجيش وتراجع وانهيار صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية معارك لكسر حصار المدينة التي عانت ويلات الحصار والمجازر التي ترتكبها الميليشيا بالقصف على التجمعات السكنية منذ سنوات معارك يتوقع أن تتسع دائرتها ونطاق أهدافها خلال الأيام القادمة غير أن اللافت عدم مشاركة مقاتلات التحالف وغياب غاراتها الأمر الذي يثير الكثير من الاستفسارات حول التنسيق مع التحالف والشرعية مع عودة المعارك يجد أبناء تعز أنفسهم بين بشائر كسر الحصار وتحرير ما تبقى من المدينة وبين مخاوف غياب التنسيق وتكرار سيناريو الانكسارات فالمناطق التي تم تحريرها سبق وأن تحررت من قبل واستعادتها الميليشيا من جديد